وأجرى التليفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع نوابي مجلس أشيوخ حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضع بعض مخالفات البناء وتصالح فيها في ظل قانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 واللي أحدث حالة من عدم الرضا الكبير جدا لدى المواطنين وحالة من عدم التطبيق لأنه بالأرقام التي تقدمت لطلبات التصالح أكثر من 2.900.000 طلب لم يتم البت في أكثر من 100.000 طلب وده بيعكس حالة عدم الرضا ويعكس حالة أيضا عدم توفق القانون مع الأرض الواقع تقدمت نسقيات شاب الأحزاب والسياسيين ونائب عمر درويش بمشروع قانون لكي يفك هذا الاشتباك وأيضا تقدمت الحكومة والنائب إهاب منصور بنفس المشروع القانون أيضا يعني مشروع القانون الجديد بشكله الجديد أعتقد أنه حيفك الاشتباك ما بين المواطن وما بين الجهاز الإداري للدولة هيعطي الجهاز الإداري للدولة الأحقية في تقنية الأوضاع الحالية التي أصبحت على أرض الواقع ولا يمكن يعني تعديلها أو عادتها إلى أصلها يعني كمان القانون بتوافق أيضا مع نصوات الدستورية في جميع مواد الدستور في النهاية نتمنى أنه مشروع القانون يحوز على رضا المواطنين الحقيقة القانون دوت بيعالج كثير من العوار اللي واجه قانون 17 سنة 19 واللي أدى أن حوالي 180 بس ملف اللي تم التصالح عليهم من إجمالي 2 مليون 900 طلب الحكومة ارتقت أن في بعض المعوقات في الحبة التي نتعالجها قدمت المشروع على المجلس النواب ومجلس النواب أحلوا المجلس الشيوخ اللاجنة حقيقة بشكرهم على المجهود التي نتعامل خلال تلك الجلسات قدرنا نحط إدين على كثير من العوار برضو في بعض النصوص أولها أن نحن لغينا المشروع القانون الأديم وشلنا فقرة مهمة جداً وكانت التسماح باتصالح على الأماكن الأسرية وحود نهر النيل ده طبعاً يتعرض مع مد 44 ومد 45 من الدستور فبالتالي أزلنا هذه الفقرة يصلنا برضو لمواطنين بحيث أن المباني المقامة على أرض أهل من 2 متر وأهل من 3 دوار لسمح لها تقديم تقرير سلامة إنشائية من مهندس معتمد بدل ما يبقى مكتب السلشاري الحقيقة النهاردة كانت زي ما حداك ذكرت مناقشات هامة للغاية حول قانون تصالح في مخالفات البناء وتقنينها والحقيقة ده مش التعديل الأول احنا عارفين أن القانون صدر الأول قانون رقم 17 لسنة 2019 ثم بعد ذلك أتى التعديل عليه قانون رقم 1 لسنة 2020 والنهاردة مجلس الشيوخ كان يناقش تعديلات جديدة على هذا القانون لأن الحقيقة بعد التطبيق الفعلي وبعد إقرار هؤلاء هذين القانونين اصطدم بالبيروقراطية واصطدم بالكثير من المعوقات للعمل داخل الأجهزة التنفيذية خلت المواطن الحقيقة ما يستفدش بهذا القانون وبعد مرور أكتر من 3 سنين كان لازم نناقش هذه التعديلات اشتركوا في القناة